بسهل خير يا دكتور بسهل خير يا دكتور بسهل خير يا دكتور حمد لله تبيني ايه الالوان الجميلة دي ربنا يخليكين تلقى حلوة جمالك من دهب فعلا طبعا انا شايفك يعني المزبطة والبشرة تمام الله اكبر يعني مش بحسدك ولا حاجة ربنا يخليك خيسة حمد لله تبيني عايزة اقولك ان يعني كتير قوي يعني الناس بتبقى عايزة تعرف ايه السبب موجود مش بس يعني سمنة في الجسم لا وكمان في الوجه ايه السبب؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بصي انا اكتشفت حاجة يعني فعلا كل مصر بتعملها انهما مفيش طبعا انت عار trees وضغط الشغل وضغط الولاد وضغط اي حاجة في الدنيا هي اللي بتعمل او بتتحكم في نفسيتنا بتحكم في انفعلاتنا ففي الناس كتيرة جدا اهم سبب موضوع اللي سامنا ليها هو عدم التحكم عدم التحكم في الانفعلات ما هو عدم اتحكم في الانفعالات بيرفع عندك هرمون الكورتيزون يعني مثلا تلاقي واحدة متضايقة تقولك أنا أول ما اتضايق أكل كثير أفتح التلاجة أكل أي حاجة قدامه أي كميات عدم اتحكم في الانفعالات بتاعتها ده هو أنا مفس الحكاية لو اتضايقت ممكن ده يأثر على هرمون الكورتيزون فأتنفخ مش لازم يأكل مش لازم تاكل لأنه هو المفروض المشكلة عندك أن ارتفاع هرمون الكورتيزون يعني الاسترس بيقلل أو بيزود الانسولين في الدم الكورتيزون أو هرمون الكورتيزون بيرتفع بيبدأ يخزن الدهون في أماكن أنت مش حباها وده سبب رئيسي لأن الدهون بتبدأ تتراكم في أماكن معينة